موسيقى الحجاج يبدأون رمي جمرة العقبة الكبرى موسيقى قيادة العمليات العراقية تحدد الوجهة المقبلة بعد تلعفر موسيقى وقوة نظام تقصف غوطة دمشق الشرقية بعشرات الصواريخ موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وكل عام وأنتم بخير أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركة بدأ حجاج بيت الله الحرام رمي جمرة العقبة الكبرى عقب نفرتهم من عرفات إلى مزالفة وسيتوجه الجزء الأكبر من الحجاج فجر أول أيام التشريق إلى مشعر منه لرمي الجمرات ومن ثم ذبح الأضاحي أذوى توجه حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى مزالفة بعد أن انتهوا من الوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم تقرير الزميلة ديمان جمال مع شروق شمس يوم التاسع منذ الحجة يتدفق الحجاج من ميناء متوجهين إلى صعيد عرفة ليشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا الركن الأعظم من أركان الحج يصلي الحاج في عرفة صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين ويستمع إلى خطبة الحج في مسجد نميرا يمتد الوقوف بعرفة حتى زوال شمس التاسع منذ الحجة ويستحب للحاج في يوم عرفة أن يكتر من الدعاء والتلبية مع غروب شمس يوم عرفة تبدأ جموع الحجاج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون بها المغرب والعشاء جمعة أخير بمعنى أن يؤخروا صلاة المغرب حتى دخول وقت العشاء ويقفون بها حتى فجر العاشر منذ الحجة وهو أول أيام عيد الأطحى المبارك يعود الحجاج إلى ميناء صبيحة اليوم العاشر لرمي جمرة العقبة أقرب الجمرات إلى مكة والنحر للحاج المتمتع والمقرن فقط ثم الحلق والتقصيد وبعدها يتوجهون إلى مكة لأداء طواف الإفاضة يقضي الحجاج في ميناء أيام التشريق الثلاث الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر منذ الحجة لرمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وهي الكبرى يمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط إذ يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج يعكف عشرات السعوديين أغلبهم في أربعينيات وخمسينيات العمر على صناعة كسوة الكعب المشرفة الموشات بآيات قرآنية مكتوبة بخيوط من الذهب والفضة بمصنع مخصص فقط لهذا الغرض في مكة المكرمة وتتزين الكعب برداء جديد من الحرير مبطن بالقن في يوم عرفة من كل عام جميع المواد الخام بالنسبة للحرير يأتي من إيطاليا أما بالنسبة للفضة والفضة المطلية بالذهب تأتي من ألمانيا يستهلك طلب الواحد حوالي 120 كيلوغرام من الذهب و100 كيلوغرام فضة أما الحرير فيستهلك 670 كيلوغرام من الحرير هل تخذف تدخلهم بين وبين؟ أتكذ حوالي 20 إلى 25 مليون ريال يختيار أي نوع المواد الخام لسناعة الثوء؟ نعم نسبة السعودي 100% الأقسام أول قسم قسم التحلية بعد الانتقاء من ما وتصفيته أول قسم التحلية ثم قسم المختبر ثم قسم المصبغة ثم قسم الآلي ثم قسم الإدوي ثم قسم تجميع الثوء هل هي الأقسام اللي مر عليها الثوء كاملا هذه القطعة مقاسها 240 سانتي يشتغلوا عليها اثنين من الزملاء مسمى وظيفتهم مطرز تأخذ منها وقت ستين يوم يعني شعور طيب الحمد لله يعني لما نشتغل ونجيد في العمل نتفاعل بالخير أن المسلمين يعني يفرحوا بالثوب جديد على الكعبة هذا أكبر شعور الحمد لله طيب وتهيأت الدول العربية والإسلامية لاستقبال عيد الأضحى المبارك فاكتذت الأسواق بالمتبضعين لاستقبال العيد الذي يحمل في طياته رسائل الأمل والفرح والسلام ولعل أكثر من يشعر بالعيد وبهجته هم الأطفال خاصة من حرموا منه لسنوات متتالية تقريرنا أتالي مشاهدين يرصد أجواء العيد في مدينة الباب شرق حلب السورية تزدحم شوارع ومحلات مدينة الباب شرق حلب بالمتسوقين الذين يبحثون عن لحظة فرح علها تدوم وتمحي آثر الحرب في العيد الثاني على التوالي بعد تحرير المدينة من داعش ففي ظل حكم التنظيم للمدينة لم تكن الباب تشهد ازدحاما أو انتعاشا في العيد بسبب القوانين الجائرة التي كان يفردها التنظيم على الناس وهذا ما دفع محمد نور لافتتاح دكانه من جديد بعد أن شهدت المدينة حركة تجارية قوية هلأ الأيام هاي أحلب كتير من قبل الأيام على الأيام داعش كان ممنوع البسطات ممنوع البيع الألبسة بالشوارع ممنوع يعني واحد يتحرك بحريته هلأ حريتنا كلها تهمة وكل واحد على كيف وعا بتحرك وكل مبسوط وكل متهني وأجواء حلوة ميكين ميكين ورايعة لا قصف لا طيران لا إزعاجات لا شيء استقرار وأمان هكذا يصف سكان الباب حال مدينتهم اليوم وهذا ما كانت تفتقده الباب قبل تحريضها من داعش لتصفح مركزا تجاريا لما حولها من قرى وبلدات يقابل ذلك إجراءات احترازية تتخذها الشرطة الحرة خاصة في فترة العيد هون الشباب الله يعطيه العافية الشرطة الحرة والشرطة كومندوس يعني يطعين الطريق عن السوء مشان السيارات ما يفوتوا والميتورال مشان الزحمات والشجار والأتلات والحمد لله يعني السوء معبه بسطات والحمد لله في حركة في شغل أحسن من أوضاعه بالحمد لله كل ما لا فيه تحسن فيه تقدم الحمد لله ما يميز هذا العيد في مدينة الباب الخليط الاجتماعي السوري الذي يخطنها خاصة بعد عمليات التهجير القصري من مناطق دمشق وحمص ورفيهما فجميع من هنا متفق على أن النظام وداعش شركاء في قتل وتهجير السوريين ليس كعدته يعود العيد على مدينة الباب متخلصا من سواد قلوب من كان يحكم المدينة طيلة أربعة أعوام حاملا معه إكليلا من حب وسلام ينشره في أرجاء المدينة كافة لأخبار الآن أمو أبو الزين مدينة الباب ريف حلب الشرطي أحييكم من جديد في الشأن العراقي أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن معركة الحويجة قد تكون الوجهة القادمة بعد قضاءة العفر وكان تحالف القوى العراقية داعا مؤخرا رئيس الوزراء حيدر العبادي لوضع خطط فورية لتحرير قضاء الحويجة بعدما ترددت أنباء عوقوع مجازر على يد أفراد داعش بحق المدنيين رجح قائد التحالف الدولي أن يكون زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي ما زال على قيد الحياة ومختبئا في مكان ما في وادي الفرات وكان الجيش الروسي قد أعلل في الثاني والعشرين من شهر حزيران يونيو الماضي احتمال أن يكون البغدادي قتل في ضربة قامت بها طائرات روسية كشف أحد السجون الذي كان داعش يديره في مدينة الموصل العراقية عن معالم مهمة ربما ستشكل مصدر مهما في طار البحث عن منبقين مختفيات من الفتيات الأزيديات التي اختطف هنا داعش من مدينة سنجار غرب الموصل الزميل حسام الأحبابي اطلع على أحد السجون التي كانت تنظيم خصصها للنساء وعاد بالتقرير الثاني بينما تعود الموصل إلى طبيعتها يوما بعد آخر وفي وقت تستعيد فيه عافيتها من قمع داعش وأساليبه الإرهابية اكتشفنا ونحن نتجول بين معالمها بهدف التعرف على حياة الموصليين اكتشفنا سجنا بدى للوهلة الأولى أنه كبقية سجون التنظيم التي كان يقبع فيها من يرفض تأييده لكن المفاجأة أن هذا السجن سيشكل خيطا مهما في عملية البحث عن السجينات الأيزيديات طبعا هذه مبناء قائم مقامية الموصل تقع في الجانب الشرقي من المدينة هذه القائم مقامية هي عبارة عن سجن للنساء كان يستخدمه داعش الإرهابي لإحتجاز عدد من النساء والفتيات في مدينة الموصل سواء كانت من مدينة الموصل أو من منطقة سنجار هذه التي كان يرفضنا كل تعاليمه وكل إرشاداته سنشاهد ماذا يحدث وماذا كتبنا على الحائط قبل أن يتم تحرير هذا المكان من قبل القوات العراقية شاهدنا بعض الفتيات وهنا يكتبنا مسجونة وماكوا باللهجة العراقية طبعا مسجونة وماكوا أحد يساعدني هذا بتاريخ تأرخد هذا المكان 12 من أيلول عام 2015 طبعا أيضا شاهدنا هناك أيضا أنعام أنعام أياد وهي أنعام أياد محمود كانت أيضا إحدى السجينات اللي موجودات في هذا السجن واحتجازات المحتجزات من قبل داعش الإرهابي أيضا بعض الخطوط ربما وتشير بما لا يقبل الشك أنه كان يحاولنا حساب أيام احتجازهن في هذا السجن سجن النساء لاحظنا أيضا يرسمنا قلب يضعنا فيه أسماءهن ميرنا وميديا ربما هذه الأسماء لا يستخدموها كثيرا الموصليون أبناء الموصل لكن يستخدموها أبناء منطقة سنجار يشرنا إلى أنهن كنا من الأيزيديات أيضا الذين كنا في هذا المكان هذا اسم عائدة هذه العائدة اسمها عائدة تقول إن شاء الله نطلع آمين يا رب العالمين إن شاء الله نطلع من هذا المكان عائدة تذكر اسمها هنا وفيما كنا نتجول داخل هذا السجن الذي هو في الحقيقة مبنى قائم مقامية الموصل وسط المدينة كان قد استحول عليه قادة داعش ليمارسوا فيه قمعهم وإجرامهم اكتشفنا أن أحد العاملين المشاركين بإعمار هذا المكان لديه قصة مأساوية مع هذا السجن فللحظة عادت بهذا العامل ذكرياته المؤلمة ليروي لنا كيف اكتشف أنه كان محتجزا داخله من قبل داعش منذ أن قدم للمشاركة ببنائه أنا من اسمه ليشت مزيون هذا الداعش اللي أول ما جابوني طبابونه هنا اللي هي هاي غرفة تحقير نعم بعد التحرير من يجينا لي جاي فأول من فتت هاي مكان حسيت شيء شلون دخلت لهذا المكان من خلال عملية تعمير العمار والتعمير اتفاجأت انت من ايه مو قلت لك يعني أنا من دخلت لهذا المكان بالضبط حسيت هاي شيء قباض بروحي لأن هاي المكان أول من يجينا بيها حقه قوي وبعدين دخلونا لهذه الغرفة اللي كان موجود بيها الأمير اللي حقه بقيانه على الرغم من أن هذا التنظيم الارهابي قد عاث في أرض الموصل فسادا وتخريبا إلا أن دعاة البناء ما زالوا قادرين على الجود بسواعدهم لإعمار ما دمرته آلة داعش الوحشية سعيا لإعادة المدينة إلى ربيعها الدائم ونفرح منه نبني البلد مانا ونعيد إعمار الموصل بعد هذا الخراب اللي قاموا به وإن شاء الله كل مكانات ترجع والأمور أحسن من قبل ونشوفهم أنه نحن ناس تبني ما تهدم جينا نبني البلد مانا وليس ما نهدم البلد مانا جاء باسم الدين خربوا البلد دمروا الأماكن دمروا النفسيات دمروا طلاب ما خلوا شي ما هدموا فإن شاء الله نحن نشوفهم صفحة الإعمار وأهل الموصل الحقيقيين منذ أن تحاررت الموصل على يد القوات العراقية من احتلال داعش انطلقت مساعي البحث عن السجينات الأيزيديات التي كن ضحية لظلم هذا التنظيم وتصرفاته الهمجية وهذا السجن ربما سيكون صدمة جديدة في إطار ما يتعلق بجمع المعلومات عن الأماكن التي كانت المختطفات الأيزيديات يقبعن فيها قال نوزاد بولس النشط في حقوق الأقليات العراقية في لقاء مع أخبار الآن قال إن سبع فتيات فقط تم تحريرهن من احتلال داعش مشيرا إلى أن هناك ثلاثة ألاف مختطف لا يعرف مصيرهم حتى الآن لحد الآن كانوا يقولون قبل شعرين أو ثلاثة كانوا في الموصل وبعدئذ قالوا في تلعفر وحاليا لم يوجد إلا سبعة إلى ثمانية حالات تم تحريرهم من قوات الأمنية العراقية قبل أيام سبع فتيات وحدة كانت مسيحية والبقية كانوا من اليزيديات لكن لحد الآن المصير المجهول لأكثر من ثلاثة ألاف حالة من أخوات اليزيديات وهناك أيضا من المسيحيات لم يعلن عليها لحد الآن هذه الحالات لا نعرف أين اختفت هذه الفتيات أو أين اختفت هؤلاء الفتيان الذين كانوا لدى داعش هل تم قتلهم لحد الآن هناك هذه الحالات مسجلة لدى قائد ديرية العامة للشؤون اليزيدية من الأخوات اليزيديات وهناك الكثير من الحالات الأخرى كما قلت لكم بأن 12 حالة من الفتيات المسيحيات تم تحريرهم لحد الآن لكن هناك أكثر من 20 أخرى أو 15 أخرى من المسيحيات ومن المفقودين الآخرين من الرجال كذلك من النساء ورجال الفتيان والأزيديات ولهذا لا نعرف المصيرهم هل تم قتلهم هل تم تصفيتهم لأنه في أرض الواقع في تلعفر حاليا تم تحريرها والحمد لله محافظة دموصب انتهت لكن لم نرى غير هذا العدد الذي قلت لك بأنه سبعة فتيات تم تحريرهم في تلعفر في شن السوري قصفت قوات نظام بلدة خاطعة لسيطرة فسائل المعارضة في ريف العاصمة دمشق بعشرة الصواريخ على الرغم من انتفاق خفض التسعيد واستهدفت قوات نظام بلدة أن الشابية بستة صواريخ أسفرت عن أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية قال مدير المكتب الإعلامي لقوات شباب السنة محمود أبو غازي لأخبار الآن قال إن روسيا عمدت إلى توجيه اتهامات لفصيل شباب السنة باستخدام أسلحة كيميائية بسبب الرفض المستمر للفصيل التنازل عن ثوابت الثورة السورية يذكر أن قوات شباب السنة كان لها الدور الأكبر في دعم معركة الموت ولا المذلة التي أفشلت مخطط النظام بالوصول إلى معبر درع القديم أعلن التحالف الدولي أن طائراته شنت ضربة جوية لعرقلة تقدم حافلات تقل مسلحين من تنظيم داعش قادمة من لبنان ومتجهة نحو دير الزور شرقي سوريا في إطار صفقة أبرمها حزب الله مع داعش بينما يتابع الحزب تنفيذ بنود اتفاقه مع التنظيم تقرير الزميلة حنان ظهر بعد أن أبرمت الصفقة بين تنظيم داعش وميليشيا حزب الله من أجل نقل المئات من عناصر داعش من منطقة القلمون الغربي على الحدود اللبنانية السورية إلى منطقة دير الزور انتقد التحالف الدولي الاتفاق وأكد أن القافلات ستكون تحت أعين التحالف وسيتم مراقبتها من أجل القيام بالتحرك المناسب وفي وقت لاحق أعلن التحالف أن طائراته شنت غارة جوية لعرقلة تقدم الحافلات التي تقل مسلحين من تظيم داعش والقادمة من لبنان باتجاه دير الزور في شرق سوريا وقصف التحالف جسرا صغيرا لإحداث فجوة ما أدى لقطع الطريق عليهم يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه التحالف الدولي لمعركة جديدة تهدف إلى تحرير دير الزور بعد الرقة وقالت مصادر أن قوات سوريا الديمقراطية لن يكون لها دور أو عمل عسكري في عملية تحرير دير الزور وفي إطار الاتفاق تتابع ميليشيا حزب الله تنفيذ بنود اتفاقها مع داعش حيث تسلم الحزب جثمان المقاتل الإيراني محسن حجي من تنظيم داعش ضمن عملية التبادل بينما سيستلم الحزب جثامين عدد من المقاتلين كان داعش يحتجزهم كما أنه من المقرر أن يطلق التنظيم سراح أسير لديه إلى اليمن حيث سقط عدد من القتل والجرح في صفوف الحوثيين وقوات المخلوع الصالح في معارك مع قوات الجيش الوطني في محافظة البيضة جنوب شرق العاصمة صنعاء وشنت قوات الجيش هجوما عنيفا على عدد من مواقع الميليشيا الانقلابية في منطقة عكواش في مديرية ذي ناعم أعقبه معارك عنيفة بين الطرفين ويسيطر الحوثيون والقوات الموالية لصالح على معظم محافظة البيضة التي تنشط فيها أيضا بعض الخلايا التابعة لتنظيم القاعدة في حين يسيطر أفراد الجيش والمقاومة الشعبية على بعض مناطق المحافظة وتدور معارك مستمرة فيها قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إنه وقع أوامر بإرسال قوات إضافية إلى أفغانستان مؤكدا أن هذه القرارات تأتي في ضوء استراتيجية الرئيس دونالد ترامب الجديدة ولم يحدد ماتس حجم القوة التي ستصهم في محاربة طالبان وغيرها من الجماعات الإرهابية أجرت قذفة قنابل أمريكيتين من طراز بي وان بي تدريبات عسكرية مشتركة مع مقاتلتين من سلاح الجو في كوريا جنوبية في عقاب إعلان بيونجانج إطلاق صاروخ حلق فوق بحر اليابان وشارك عشرات الألاف من جنود الكوريين جنوبيين والأمريكيين في هذه المناورات السنوية واستمرت لمدة نحو أسبوعين أحييكم من جديد مشاهدين الكرام ونتحول وإياكم إلى مهتراتنا من الصحفة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الشرق الأوسط التي نطالع منها تايلاند تقدم دورات مجانية لنساء يتزوجن من أجانب جاء في تفاصيل الخبر توفر تايلاند دورات مجانية للراغبات في الزواج من أجانب حتى يتمكن من التعامل مع مزايا وعيوب الزواج وحتى لا يقعن ضحية للإتجار في البشر أو يتعرضن للخداع عند السفر للخارج ومع تقبل المجتمع التايلاندي لفكرة الزواج من أجانب أصبحت بعض النساء تعتبره وسيلة لتحسين وضعهن الاقتصادي واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الإمارات اليوم إطلاق اسم أوباما على نملة قرر بحيثون من اليابان إطلاق اسم أوباما على نملة عثروا عليها بحديقة في كينيا والتي تقع بالقرب من القرية التي عاش فيها أسلاف أوباما وإتخذ بحيثون من معهد للعلوم جنوب اليابان هذا القرار تكليمًا لأوباما على إسهاماته في الحفاظ على التنوع الإحيائي على مستوى العالم ونقرأ من صحيفة الحياة مشاهدين جهاز حاسوب يشم رائحة المتفجرات كشفت شركة معلومات عن جهاز حاسوب لا يعتمد على السيليكون ولكن على الخلايا العصبية للفئران وقالت الشركة إن هذا النظام درب على التعرف على رائحة المتفجرات ويمكن استخدامه ليحل محل الأمن التقليدي في المطارات ومن صحيفة القبس الكويتية مشاهدين التي علونت بين صفحاتها هارفرد الجامعة الأكثر تخريجاً للأثرياء تمكن تقرير متخصص من رصد الجامعات التي درس فيها أثرياء أثر الأثرياء في العالم والتخصصات التي تخرجوا فيها في محاولة لتحديد الجامعات التي تحولت إلى مراكز لتخريج وصناعة هؤلاء الأثرياء يتبين أن الأغلبية الساحقة لمليارديرات العالم توزع على 28 جامعة فقط من بين ألاف الجامعات حول العالم ختاماً مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية الجد السوبر تركي يحصل على أربع شهادات جامعية بعد سن الستين استحقع جوز تركي يبلغ من العمر 77 عاماً لقب الجد السوبر عن جدارة بعد أن بدأ حياته الجامعية وهو في الحادية والستين من عمره وحصل خلال ستة عشر عاماً على أربع شهادات جامعية وقال المسن إنه ترك المدرسة بعد المرحلة الإعدادية وتعلم اللغتين الروسية والألمانية وعمل مترجماً لتلك اللغتين ثم في مرحلة لاحقة من عمره أنهى المرحلة الثانوية بنظام التعليم المفتوحة نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها في الصحة نجح فريق من العلماء في استخدام خلايا جذعية معدلة لاستعادة وظائف خلايا المخ لدى القردة وهو ما يعزز الأمال في إمكانية الاستفادة من هذه التقنية في المستقبل لمساعدة مرضى شلل الرعاش باركنسون التقرير التالي والتفاصيل مع تقدم الوقت والعلم ينجح العلماء في ابتكار طرق وعلاجات جديدة باستخدام الخلايا الجذعية المعدلة وفي آخر الدراسات العلمية تمكن فريق من العلماء في استخدام خلايا جذعية معدلة لاستعادة وظائف خلايا المخ لدى القرود النجاح هذا عزز الأمال في إمكانية الاستفادة من هذه التقنية لمساعدة مرضى شلل الرعاش ونظرا لأن الإصابة بمرض الشلل الرعاش ترجع إلى نقص مادة الدوبامين التي تفرزها خلايا المخ يأمل الباحثون منذ فترة طويلة في استخدام الخلايا الجذعية لاستعادة القدرة الطبيعية على إفراز الدوبامين وهو من النواقل العصبية وفي إطار الدراسة الجديدة أظهر باحثون يابانيون للمرة الأولى أن ما يعرف باسم الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات المأخوذة من البشر يمكن استخدامها بشكل آمن وبفعالية في علاج أعراض الشلل الرعاش لدى القردة ويتم صنع الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات عن طريق استخراج خلايا مكتملة النمو من أحد الأشخاص وفي كثير من الأحيان تكون من الجلد ثم تعديلها لكي تقوم بدور الخلايا الجذعية الجنينية ويمكن عندئذ تطويعها للقيام بدور خلايا المخ التي تفرز الدوبامين ويقول الباحثون من جامعة كيوتو اليابانية إن تجربتهم تظهر إمكانية استخدام هذه التقنية في طرق العلاج السريرية لمرضى الشلل الرعاش توصلت دراسة أجريت على ألاف المشاركين حول العالم أن تناول ثلاث حصص من الفواكه أو الخطروات يوميا قد يكون كفيلا بتقليل خطر الموت المبكر عبر الوقاية من أمراض خطيرة كالسكتة الدماغية لما تحتويه من مواد غذائية ومضادات أكسادة وتوصي منظمة الصحة العالمية بتناول ما لا يقل عن أربعمائة جرام من الفواكه والخضروات والبقوليات مثل البازلاء والفاصولية يوميا على الرغم من أن الدراسات الحديثة قد اقترحت ما يصل إلى ثمانمائة جرام لدرء خطر السكتة الدماغية وأمراض القلب والموت المبكر بعيدا عن الصحة شارك أكثر من 20 ألف شخص في مهرجان حرب الطماطم السنوي في إسبانيا وتبادل التراشق باستخدام 160 طن من الطماطم ووسط تعزيزات أمنية بعد الهجمات الأخيرة في كتالونيا احتشد المشاركون من داخل إسبانيا وخارجها للمشاركة في المهرجان الذي يقام في بلدة بونيول شرق البلاد ويقال إن حرب الطماطم تعود إلى تراشق عفوي نشب بين قرويين في عام 1945 لكنه اشتذب بعد ذلك اهتماما من أنحاء العالم انضم كلب أسود يحمل اسم نيمو إلى حاشية الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في قصر الأليزين حيث بدأ مهامه الرسمية بالفعل وكان حاضرا خلال استقبال الرئيس الفرنسي لرئيس دولة النيجر ويعود اسم نيمو إلى شخصية الكابتن نيمو في رواية جولفيرن الكلاسيكية التي قيل إن ماكرون يحبها وقبل ختام النشر ومشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين الحجاج يبدأون رمي جمرة العقبة الكبرى قيادة العمليات العراقية تحدد الوجهة المقبلة بعد تلعفر وقوات نظام تقصف غوطة دمشق الشرقية بعشرات الصواريخ بهذا إذن مشاهدين أنكم قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع مشاهدين أننا نترككم مع هذه اللقطات من صلاة عيد الأضحى في بعض الدول الإسلامية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة